عندنا مشروع قومي مهم جداً للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية واللي خلاص خرج للنور وبدأنا نشوف نماذج متعددة من هذه الجامعات في أغلب المحافظات يمكن واحدة من أبرز هذه الجامعات واللي هتبدأ الدراسة فيها مع حلول العام الدراسي الجديد هي جامعة المنصورة الأهلية وده لي خلينا نسأل النهاردة عن الكليات عن البرامج الدراسية الموجودة فيها عن حجم الأعمال والإنشاءات كمان وصل لفين المصرفات الدراسية دي حاجة مهمة برضو هل هذه البرامج كمان المستحدثة في جامعة المنصورة الأهلية هي مواكبة لسوق العمل أسئلة كتير هيجاوبنا عليها ضفنا اللي من ورنا فيه الستوديو الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة صباح الخير عليك يا دكتور صباح النور يا فندم وعلى مشاهدين حضرتك صباح النور يا فندم مشروع جامعة المنصورة الأهلية مشروع مهم جداً عايزين نطمن ونطمن الناس ووصلنا لحد فيه إن شاء الله هنبتدي العام الدراسي الجديد ابتداء من 1 أكتوبر الدراسة في الجامعات الأهلية ومنها جامعة المنصورة الأهلية جامعة المنصورة الأهلية من الجامعات اللي إن شاء الله هتبتدي بداية قوية جداً و هيكون مستقبلها مبني على التخصصات البينية بين العلوم المختلفة اللي بيحتاجها سوق العمل مشروع القومي ده مشروع مهم جداً 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 عشان يسد الفجوة الحقيقية الموجودة بناء على الطلب المتزايد على التعليم الحكومي دي شريحة مهمة جداً من طلابنا و محتاجين نوفر لها الجزئية دي فالجامعات الأهلية بتسد الفجوة دي كمان في فجوة في احتياجات سوق العمل كنت قاعد بتابع مع حضراتكم من سوية التطور اللي بيحصل في مجال التعليم العالي في برا والجامعات احنا دايماً عندنا مبدأ من لم يتقدم يتقادم اللي بيحصل دلوقتي إن التعليم العالي في مصر بيحاول يتبلور و يقدم كل التخصصات اللي محتاجها سوق العمل علشان نضمن فرص حقيقية لأبنائنا الطلاب لما يتخرجوا و تشايفين بنلاقي إن فيه تخصصات زي الذكاء الاصطناعي العمارة المستدامة البناء والتشييد المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية بنلاقي دايماً فيه احتياجات زي التسويق الإلكتروني الحاجات دي كلها بتحاول الجامعات الأهلية إنها تغطي كافة الاحتياجات اللي محتاجها فعلاً سوق العمل علشان أبنائنا لما يتخرجوا يقدروا بسهولة يحصلوا على فرصة عمل تلائم مهرتهم وتلائم احتياجات السوق و يقدروا يطوروا من نفسهم باستمرار عظيم يعني هنبدأ الدراسة خلاص في شهر عشر جامعاً كان المباني مكتملة تماماً والإنشاءات انتهت تماماً إن شاء الله يا فندم كل حاجة جهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب إن شاء الله بتدأ من العام الدراسي الجديد طب إزاي تم تجهيز الجامعة وفقاً لمواصفات الجامعات الزكية المتطورة جامعة المنصورة الأهلية وبقية الجامعات الأهلية قائمة على إنها توفر أو يعني تستوعب كافة المعايير التكنولوجية و المعايير الفنية علشان تلائم الاحتياجات بتاعت التعليم العالي و بتاعت سوق العمل و توفر كافة المتطلبات الفنية و تلائم معايير الجامعات الزكية في العالم كله و تم إنشاء تجهيزات إدارية و معامل و ورش و عياداء و معامل متنوعة بكافة التجهيزات اللي ممكن تساعد على إن إحنا نلائم المعايير العالمية والدولية للجامعات الزكية علشان فعلاً نبدأ نبلور التعليم العالي يكون على مستوى عالي جداً من الأداء الفترة اللي جاية زي ما الدولة بتتوجه حالياً في الجامعات بشكل عام طيب هل ليها مكان مستقل ولا هي داخل حرم الجامعات الجامعة؟ لا طبعاً ليها مكان وكيان مستقل هي موجودة على طريق الدولي الساحلي تبعد عن مدينة المنصورة حوالي 40 دقيقة بالسيارة و برضو هي مزتها في موقعها إنها بتخدم خمس محافظات يعني هي حوالينا قريبة جداً من كفر الشيخ من دومياط من برسعين من الغربية فهي بتخدم مجموعة كبيرة جداً من المحافظات و موقعها متميز جداً على الطريق الدولي الساحلي و المواصلات سهلة جداً جداً ليها و كمان فيه أماكن كتير حواليها مدن سكنية كتير حواليها يعني اختيار المكان كان مناسب طبعاً و كان مخطط لينا احنا نختار المكان ده عشان نخدم هذه المحافظات نخدم المحافظات و نيسر على أبنائنا الطلاب و نساعد على زرع إن الناس تكون متطمنة أولياء الأمور نفسهم تكون متطمنة على أولادهم و إن هيكون فيه فرصة كويسة جداً ليهم و الطرق موجودة و وسائل النقل موجودة و الجامعة قريبة و إنشاءاتها جاهزة لاستقبال أبنائنا إن شاء الله بالعام الدراسي الجديد حريك أنت بتكلم عن أن نحن عايزين نسد الفجوة ما بين اللي محتاجه سوق العمل و الموجود أو للطالب بيدرسه في وجود كليات جديدة زي مثلاً زكاء الاصطناعي زي البرامج الجديدة دي و كليات الجديدة دي هتقلل الفجوة دي تمام هو اقتراح التخصصات الجديدة و خاصة التخصصات البينية ما بين العلوم المختلفة تم بناءنا على دراسة للسوق السوق محتاج إيه هو دايماً نحن حالياً نحاول نشوف الأول احتياجاتنا الفعلية و نشوف السوق محتاج مننا إيه نشوف التخصصات اللي السوق محتاجها نشوف التخصصات اللي العالم دلوقتي بيدور عليها سواء بر مصر و جو مصر و نحاول نوفر التخصصات دي و نخدمها علمياً بحيث أن نحن نخرج طالب متكامل جاهز يشتغل من بكرة الصبح لسوق العمل الحالي سوق العمل المستقبلي يعني خدوا بالكم أن التخصصات دي مش هي نهاية المطاف دايماً التعليم العالي بيتوجه دلوقتي أنه يدور دايماً على التخصصات المستقبلية يعني احنا دلوقتي عندنا تخصصات السوق محتاجها هي دي اللي احنا بنحاول نوفرها كمان بنفكر ازاي نلائم التخصصات المستقبلية دي يعني احنا العجلة مش هتوقف دايماً هنفضل مستمرين ده توجه الدولة حالياً وتوجه الجامعات ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية كل التوجه ده أن احنا فعلياً عايزين أبنائنا يكونوا متطمنين أن هيكونوا مناسبين لسوق العمل لما يتخرجوا علشان كده دايماً في دراسة للسوق بشكل مستمر علشان نشوف التخصصات اللي احنا محتاجينها تخصصات متنوعة في كافة المجالات علشان نقدر نقدمها بشكل مستمر للدراسة أبنائنا وندربهم عليها وانطور من مهاراتهم بشكل مستمر عزيزين أنا عايزة أفهم بس أكتر يعني إيه بالتخصصات البينية تخصصات البينية يعني حالياً فيه تخصصات ما بين العلوم المختلفة تخصصات ما بين فنون جميلة وهندسة ما بين الطب وما بين بيئة الكليات التانية ما بين كلية العلوم فيه تخصصات ما بين أداب ما بين تجارة زي مثلاً برنامج التسويق الإلكتروني التسويق الإلكتروني هو ده من البرامج المزمعة إن شاء الله إنها تبتي العام القادم مش العام ده لكن البرنامج ده محتاج يتعلم شوية مهارات تكنولوجية محتاجين نتعلم شوية مهارات بيتعلمها طلابنا وأبنائنا في حاسبات وهندسة وهندسة اتصالات بالذات علشان نقدر نسوأ ونوصل للسوق فده يعتبر جامع ما بين علمين علم التسويق اللي بيدرس في كليات إدارة الأعمال وكليات التجارة وما بين العلوم التكنولوجية اللي بتدرس في كليات الهندسة وكليات الحاسبات جمعنا مناهج كليتين بس المناهج هو بياخد اللي السوق فعليا هيحتاج منه إنه يكون عارفه وعلى دراية كاملة به علشان يقدر يخدم الناحياتين بالزبط طيب يعني من برضو الحاجات المهمة قوية المصرفات حابين حالك تكلمنا عن المصرفات اللي اتحددت للالتحاق بهدي التخصصات تم إعلان مجموعة من المصرفات للكليات اللي هتبتدي الكليات اللي هتبتدي إن شاء الله العام الدراسي الجديد مع 1 أكتوبر كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية الهندسة في أربع تخصصات هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة البناء والتشييد وهندسة العمارة المستدامة وهندسة الميكاترونيكس فالكليات دي تم إعلان مجموعة من المصرفات على موقع الجامعة علشان إحنا رعينا في وده توجه الدولة حاليا إن إحنا عايزين نوفر تعليم وسطي ما بين المستوى العالي وما بين الحكومي المدعوم بالكامل فالتعليم الوسطي ده مراعا فيه إنه يكون مدعوم بشكل أو بآخر من الدولة علشان يساعد أبنائنا الطلاب إنهم يحصلوا على قيمة جيدة وقيمة مضافة بشكل معين داخل هذه الجامعات عظيم هل فيه تيسيرات طيب في سداد المصرفات أولا إحنا أعلننا عن مجموعة من المنح مقدمة لأبنائنا من الطلاب أوائل الثانوية العامة منح دراسية كاملة بشرط استمرار تفوقهم العلمي دفعا لهم علشان يستكملوا مستقبلهم في تفوق علمي دائم إن شاء الله كمان أعلننا عن منح للطلاب الأوائل في البرامج والسنوات الدراسية القادمة كمان أعلننا عن مجموعة من المنح المقدمة لأبنائنا من ذوي الإعاقة وأبنائنا من أسر الشهداء إن شاء الله هيعلن الفترة القادمة عن إجراءات المصرفات والسداد ويعلن إن شاء الله عن كل التسهيلات كل همنا نخدم أبنائنا الطلاب ونساعد أولياء الأمور إنهم يلاقوا فعلا فرصة حقيقية لأبنائهم في الجامعات طيب عظيم المنح دي للأوائل الأوائل السنوات العامة أو المنح مستمرة مع الطالب طول فترة دراسته في الجامعة الأهلية؟ بشرط استمرار تفوقه يعني كل لسانة لو بيتفوق فالمنحة مستمرة معاه ده دفعا لي إنه يستمر في تفوقه وده اللي احنا عايزينه احنا عايزين نخلي المتفوق يكمل في طريقه عايزين نساعده يكمل في طريقه والجامعة هتوفر له كافة الإمكانيات اللي هو محتاجها علشان يكمل في الطريق ده ان شاء الله من اليوم الأحقين هما يلتحقوا بالجامعات الأهلية؟ زي بالضبط الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة طلاب الثانوية العامة من أبنائنا وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطبعا إجراءات التقديم هتتم على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالمي يعني ما فيه شروط معينة؟ اطلاقا الشروط اللي بتعلن عنها وزارة التعليم العالي على الموقع الخاص بيها طيب كنا بنتكلم على أن الجامعات الأهلية هي بتعمل حالة وسطية ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي ده بالنسبة طبعا للمصرفات وهي جامعات غير هدفة للربح لكن المصرفات دي لتطوير المعامل الموجودة هل احنا حطين خطة لهذا الأمر؟ أكيد طبعا وأنا عايز أركز على الكلمة اللي حضراتك قلتها هي فعلا جامعات غير هدفها للربح جامعات الأهلية هدفها الأساسي أنها تكمل في طريقها لتطوير المعامل وتطوير الورش وتطوير البرامج النوعية اللي كنت بكلم حضرتك عليها وتقديم تخصات جديدة بشكل مستمر واستقطاب عناصر ممتازة لتقديم تعليم متميز وخدمات متميزة لأبناءنا الطلاب فغرضها الرئيسي مش الربح إطلاقا لكن غرضها الرئيسي هو أن احنا فعلا نقدم شكل تعليمي معين نواكب التطور العالمي نقدر نواكب التغيرات اللي بتحصل في العالم كله في سوق العمل وفي التكنولوجيا وفي التقدمات العلمية اللي بتحصل الخدمات اللي هيتم تقدمها للطالب هيتم تقديم كافة الخدمات اللي الطالب محتاجها سواء نحن نيسر عليه أثناء الالتحاق سواء إن شاء الله بعد الالتحاق بنوفر عليه بنقدم له كل الخدمات اللي هو محتاجها زي خدمات النقل وخدمات التدريب ودلوقتي الجامعة الأهلية فيه بروتوكول معدى مع جامعة المنصورة جامعة المنصورة علشان توفر وتزلل كافة العقبات وتقدم كافة أوجه الدعم المطلوب علشان تساعد الجامعة دي إن وجدت إن وجدت أي معوقات أو أي مشاكل إحنا هدفنا كلنا إن إحنا فعلا التجربة تكون في أفضل صورها لأن ده سبيل مهم جدا إن إحنا نطور أو نستكمل تطوير منظومة التعليم العالي في مصر طيب عظيم هل إحنا وضعين خطة للبرامج اللي هنبتدي بها السنة دي وعملين حسابنا إحنا نبتدي السنة دي بكلية كذا وكلية كذا وكذا والسنة الجاية مع بداية العام الدراسي الجديد هيكون عندنا كليات جديدة هل إحنا عندنا الخطة دي وعلى أي أساس وضعناها؟ وضعناها أولا إن إحنا هنبتدي السنة دي العام الدراسي ده بأربع كليات كلية الطب البشري وكلية الأسنان وكلية أو طب وجراحة الفم والأسنان وكلية الصيدلة وكلية الهندسة في أربع تخصصات زي ما ذكرت لحضرتك سابقا هندسة البناء والتشييد هندسة الميكاترونيكس الذكاء الاصطناعي والعمارة المستدامة تم إن شاء الله العام الدراسي القادم هنكون جاهزين كمان للبداية في تلت تخصصات أخرى زي العلوم الإنسانية والإدارية زي التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال الإلكترونية ودي تخصصات مهمة جدا ومطلوبة لسوق العمل العالمي والمحلي جدا وكمان هنبتدي بأكلية التكنولوجيا الصحية تكنولوجيا العلوم الصحية برضو بتوفر مجموعة من التخصصات المهمة جدا والمطلوبة في سوق العمل وكمان هنبتدي بأكل الأداب والعلوم الإنسانية طيب يعني جامعة المنصورة من الجامعات المعتمدة أو أول جامعة معتمدة في الحقيقة وليها سمعة دولية طيبة جدا هل الجامعة الأهلية هتعتمد على هذه السمعة الطيبة ولا هتاخد طريق كده لوحدها جامعة المنصورة الأهلية أكيد هما دايما في العالم بيتكلموا عن إن في مدارس جامعة المنصورة الأهلية هتكون يعني مدرسة ماشية مع المدرسة بتاعة جامعة المنصورة وسمعتها مش تابعة لها لكن مدرسة جامعة المنصورة جامعة المنصورة زي ما حضرتك ذكرتي كانت بتحتفل العامل الماضي بمرور خمسين سنة على إنشاءها ختمت الاحتفال ده مش بمجرد احتفال ومجرد يعني بتصنيف عالمي ده وشاء لا ختمته بأن احنا بنرتفع ونتقدم في التصنيفات العالمية كلها وكمان بأن احنا نحصل على جودة الاعتماد من الهاء القومية لجودة الاعتماد والتعليم الحمد لله جامعة المنصورة مكملة في إنجازتها جامعة المنصورة عندها إمكانيات غير طبيعية بتخدم كل محافظات الدلتا بتقدم خدمات طبية وتعليمية ومجتمعية وبتشارك بقوافل طبية في كافة المجالات والتخصصات جامعة المنصورة بتقدم خدمات مميزة جدا لمجتمع الدلتا وأنا متأكد إن جامعة المنصورة الأهلية إن شاء الله هيكون ليها مستقبل أكثر إشراقا وإن شاء الله تنطلق في طريقها مدعومة بمدرسة فكرية لجامعة المنصورة عظيم أربع كليات زي ما حضرتك قلت هتبدأ الدراسة فيهم السنة دي الإقبال عامل إزاي لحد الوقت؟ الإقبال حاليا أولا التقديم بيكون طبعا على موقع الوزارة فإحنا بنقيس الإقبال من كم الإستفسارات والأسئلة سواء على الأرض الناس اللي بتيجي وبتسأل والناس اللي بتبعط إيميلات والناس اللي بتتكلم في التليفونات والواتساب والفيسبوك وكل وسائل التواصل لا الناس مهتمة حقيقي الناس مهتمة تلاقي فعلا فرصة بديلة فرصة تساعد أبنائهم خاصة من أبنائنا اللي ما يدروش من الشريحة اللي ما يدرتش تحقق اللي هي عايزها في الجامعات الحكومية فيه طلب كبير جدا من سوء المجتمع المصري على التعليم العالي وخاصة الحكومي ده ثقة من المجتمع في التعليم الحكومي وعلشان كده الجامعات الأهلية وكمان معاها الجامعات الخاصة تعتبر منابر مهمة جدا بتساعد على دعم ورفع جودة التعليم وبتساعد معنا أن احنا نكمل في مصارنا لتطوير التعليم العالي عظيم يا خنم كل شكر لك شرفتنا ونورتنا دكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة شكرا جزيلا لك بتسكر لحضراتك جدا شكرا لحضراتكم شكرا لحضرتك على وجودك معنا